بقولك أنا الناس بت... وعي جاوية حريك إن عملاءنا كمان دا كترة فيه دا كترة عندنا دا كترة سياد الله ودا كترة من كل الجهات الحمد لله رب العام بييجوا يعملوا فرد شعر أو بياخدوا فرد الشعر بياخدوا المنتجات التساقط والمعالجات كله الحمد لله فضل الله فده يعني مفرحني أكتر كمان يعني خلي الحمد لله في ثقة الحمد لله كويسة جدا وخصوصا كمان اللي بياخد حاجة وتعجبه وتلاقيه بيتكلم ويقول لصحابه ويقول لأهله ويقول لأهله دا لأنا كنت رسا حقوله هذا حلوة والله كنت رسا حقوله ايه رأيك في الناس اللي بيجي لك تقولك أنا جيت لك أنا صراحة جيت لك لما بنت خلتي أنا تخضيت فانا جيت كتير وانا عملت ترميم في المركز فانا قلت تاجي عمل عملت فرد عملت مش عارفة ايه احنا بنقول يا بصي ببقى مبسوطة طيب أنا أول حاجة عايزة عليها الحقيقة وشئ عظيم في هذي الأيام الساعة اللي أنا الحيا مش أبدل راحة جاي على الكوفير والأسعار للكوفيرات غلية يا نجلاء يا أختي داكتني راحة تحيطة تانية فعلا الأزواج برضو بيخلصوا في الصيف بيخرج يزهر مع أصحابه وبتاع بس في الشتاء يا أختي يرجع من شغله قاعد لي بقى في البيت وغلصت جاي ساعة أبقاعد كده مهندمة الشعر لأن الشعر فعلا بيفرق في الشكل عارفة مهما تكوني لابسة في البيت حتى مكياج لو شعرك كان دوشا خلاص ضيعتي كل المجود دا أولا يبجد وعايز أقول حريك كمان البرد بقى يعني أنا دلوقتي الناس اللي شعروا عايش أو جاف دايما طول الوقت بيخسلوا باستمرار عندهم فكرة الغسيل المتكرر أن أنا هالم شعري بي فأنا أحط قبل وحط زيت ومجرد أنه ينشف تاني ينهيش ويجعد ويتقص طب ما إحنا نقدر نهتم بشعرنا ونقدر إحنا نفرد شعرنا بطريقة آمنة وفي نفس الوقت كمان أظهر جمالي وعنا زي ما حضر لك قلتي ميكاب فستان شكل حل هو تاجك شعرك هو تاجك والله لو ما عملتيش كل دا وبيستي حاجة بسيطة وعملتي شعرك طبعا هابان جمالك أكتر فعايز أقول إن احنا الشعر المجاعة يمكن زي ما حضر لك قلتي إن احنا عندنا كيميائيين وناس متخصصة وكتب علمي بيشتغل على التركيبات ولما بدأنا نعمل تركيبة البروتين دي كانت المعادلة الصعبة إن احنا يا جماعة عايزين نشتغل على كل حاجة فقد حاجة معينة يعني أنا عندي الشعر الجاف فائد مثلا للكرة طبعا إحنا عايزين نعوض وعايزين نعوض الترطيب اللي داخل الشعرية نفسها الشعرية الجافة دي ما فيش مطوبة عارف حقيقة لما ندخل على فصل الشتة وتلاقي في جفاف في الجلد وطيجي حقيقة رطبية شوية مرطب إيه اللي بيحصل؟ الجلد بيشد بيشكله بيلمع وشكله جميل وطري بمعنى أصح الجلد وأي ست فينا تجرب مظهر إيديها من اللي ما تحط بالضبط حطي جافتي إيدك بالضبط واسيبيها خالص واغسلي موعين وعملي ده وعملي ده وشوفي منظر إيدك هاي بيعمل إزاي من غير ترطيب هو ده بقى اللي بيحصل للشعر إحنا محتاجين نرطب الشعرية وبعدين في خاصية كويسة جدا إحنا عملنا اسمها خاصية النانو خاصية النانو وهي إن المواد دي كلها مكسرة جزيئات صغيرة قوي شوفتي حضرتك الشعرية رفعية لها طبقات الشعرية دي فإحنا عملينها بخاصية إن إنها تبقى مكسرة جزيئات صغيرة قوي عشان تخترق الطبقات دي وتقدر إنها تديكي النعومة أنا لو ما دخلتش دخل الطبقات دي الشعرية مش تبقى نعمة كده أنا عايز أعوض اللي مفقود فيها يعني أنا عايز أعوض زي الجلد كده بالضبط أنا إيه الرطوبة إيه اللي موجودة فيه طب ما فيش كولاجين ما فيش ترتيب ما فيش حاجات تعمل عندي ترتيب عالي فإحنا عايزين نعمل ترتيب عالي للشعرية بحيث إن إحنا لما نرتب كمان نبدأ كمان نلم حراشية الشعرية الشعرية بتبقى مفتحة كلها متحت فبدأنا نحط بروتين وأنا نحط كده تاني وخلاجين أحمد أمنيا أنا حب أشوف يعني بصي حبيبتي الله يعني إيه الشعر هنا عايز أقولك تقيل يعني الشعرية هنا اللي إحنا هنعرضها تقيلة قوي بصي الشعرية تقيلة دي ما تقدرش بصي ما تقدرش تعتني حتى أو تهتم بالشعر الشعرية تقيلة الشعرية برضو مجعدة على فكرة وكانت تقريبا معالجة قبل كده اللي بتلاحظي إن هي فيها شوية فردة من الأطراف شوية والأطراف نفسها فيها مشكلة تعالي بقى نشوف تطبيب روتين أورجانيك اللي بكلم حرك عليه اللي هو الفرد والترميم والعلاج في نفس الوقت إن شاء الله